عنوين متنوعة تشمل مختلف المواضيع الثقافية والأدبية والعلمية إضافة إلى كتب الأطفال تضمنها معرض شهر الكتاب السوري الذي افتتحته مدرية الثقافة بحمص في إصالة المعارض بالمركز الثقافي بالمدينة احتفاءاً بيوم الكتاب السوري اليوم نحن بمعرض شهر الكتاب السوري تم الافتتاح اليوم يستمر حتى آخر الشهر طبعاً المعرض يضم أكثر من ألف عنوان تتنوع الكتب بين أدب أطفال، أدب الكبار، ثقافي، سياسي، كتب علمية الكتب طبعاً عليها حسم تقريباً 50% الهدف من المعرض إيصال الكتب لمحبي القراءة أو المطالعة بأسعار رمزية على الرغم من انتشار الكتب الألكترونية المعرض لقى قبالاً من جمهور القراء لتنوع وغير الكتب المعروضة التي تلبي مختلفة شرائح المجتمع واهتماماتهم يحسب لوزارة الثقافة تنوع معرض الكتاب هذا العام أيضاً استمرارية نحن حالياً في وقت يتم التحول فيه من الكتاب المطبوع إلى الكتاب الرقلة أو الكتاب الألكتروني المعرض شي رائع كتير بيظل إلو رونق وخاص بيظل إلو إحساس مثلاً أنك تحس بالكتاب وقته اللي بتقرأ من الكتاب غير وقته اللي بتقرأ بـDF أو من الموبايل شي حلو أنه شفنا فيه كتب بتزك ما تلخص الحرب على سوريا وما توسقها وهذا كتير مهم للأجيال القادمة كمان وجود معرض فني موجود فيه رسومات لوحات كتير حلوة الكتاب الورقي يعد من أغنى وسائل المعرفة ومرجعاً هاماً لمختلف العلوم ويلعب دوراً أساسياً في نشر الثقافة والوعي الفكري لجميع أفراد المجتمع أسامة ديوب الخبارية السورية حمص